سبيل الإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية سيرة الحواريين الحلقة الخامسة حردوا الناس بما فيهم الفقهاء لغاية ما قبضوا عليهم وجابوه قدام مجلس التحقيق الأعلى وجابوا شهود شهدوا ضدوا بالزور وقالوا الراجل ده كان دائما بهاجم بيطل المغدس وبعرض العقيدة متورا سيدنا موسى أيوة وكما سمعناه بقول أن عيسى بن الناصرة هيحضم بيطل ويغير السنن اللي أمرنا بها النبي موسى عليه السلام وبقدرة الله سبحانه وتعالى وجه أصطفان شعة بالنور وبيقى زي وجه الملك وكل الحاضرين كانوا بيعينوا له بتعجب واستغراب شديد ورئيس الأحبار قام سأل أصطفان وقال ليهو هل فعلا الاتهامات الموجهة ضدك دي صحيحة؟ يا أبي وإخواني أسمعوني وأسمحوا لي أسرد ليكم هنا بعض التاريخ وأوريكم إن اتهاماتكم ضد باطلة وغير صحيحة على الإطلاق الله زجلال أوحل أبونا إبراهيم عليه السلام في بلاد ما بين النهرين قبل ما يسكن في حاران وقال ليهو أترك بلدك وأهلك وامشي للبلد اللي حاوريك ليها وأبونا إبراهيم نفز أمر الله وترك أرض الكلانين وسكن في حاران وبعد ما أبوهو مات الله عز وجل رحلوا من هناك لبلدكم اللي انتو هسه ساكنين في هذه وما أدعوا فيها نصيب ولا حتى شبير لكن وعدوا بأنو الأرض دي حتكون ملك ليهو على أن تريث دريته في المستقبل مع أنو ما كان عندو أولاد في الوقت داك وفي مناسبة ثانية الله قال ليهو دريتك حتكون غريبة في بلاد أجنبية وحكام البلاد الأجنبية ذيل حيستعبدوهم ويذلوهم لمدة أربعمية سنة لكن أنا الله وحعاغب الشعوب اللي حتستعبدوهم وبعد ذاك حيطلعوا من البلاد دي ويجوا يعبدوني هنا في المكان دا والله أعطى النبي إبراهيم عليه السلام وزريته من بعده عهد الختان دا ليصل بينه وبينهم عشان كده لما ولد ولده إسحاك إسحاك طهروا في اليوم الثامن وبينفس الطريقة إسحاك طهر ولده يعقوب ويعقوب برضو طهر أولاده أجدادنا الاثماشر لكن أولاد النبي يعقوب ديل كرهوا أخوهم سيدنا يوسف وحسدوه وباعوه عبد واللي اشتروه يتوجهوا بيهولي مصر لكن الله كان معاه وأنغذوا من كل المصائب والمواقفة اللي اتعرض ليها وهبوا الحكمة وجعل فرعون مصر يرضى عليه لدرجة أنه عينوا حاكم عليه مصر مسؤول من كل قصره وفي الفترة ديك يا جماعة جات مجاعة في كل نواحي مصر في بلادنا والناس تئبوا جدا وجاعوا وعائلة النبي يعقوب زيها زي أي أسرة في بلدنا كانت متأسرة بالمجاعة دي ومحتاجة للطعام والنبي يعقوب سمع إن مصر فيها القمح عشان كده رسل أولاده للمرة الأولى لمصر اللي كان فيها ولده يوسف وأولاد يعقوب لما وصلوا مصر دخلوا على أخوهم الحاكم يوسف ويوسف عرفهم لكنهم ما عرفوا لكن يوراهم في زيارتهم الثانية إنه أخوهم وقام بلغ الملك فرعون بوصول أخوانه وفرعون رحب بوصولهم وأدى الإذن ليوسف بأنه يجيب هلو عشان يغيموا في مصر ويوسف فعلا رسلوا جاب أبوه يعقوب وهلو كلهم وكانوا خمسة وسبعين شخص وجوا كلهم وسكنوا في مصر وماتوا كلهم هناك وشعبنا نقروا فات أولاد يعقوب اللي 12 ليش يكيم ودفنوهم في المغبرة اللي كان النبي إبراهيم عليه السلام اشتراها من أولاد حمور وزي ما إنتوا عارفين إنه قبل تحقيق وعد الله ليابونا إبراهيم بفترة طويلة يوسف وفرعون اللي اتنين ماتوا ولما وقت تحقيق الوعد ده قرب كان عدد شعبنا زاد وكبر في مصر وبعد موت فرعون اتعاقبوا على الحكم عدة ملوك لغاية ما جل الحكم واحد من الملوك ما كان عنده معرفة بتاريخ النبي يوسف ولا بالخير العمل للمصريين عشان كده الملكة الجديدة غدر بشعبنا وهان اجدادنا وفرض عليهم بالقصب إنهم يرموا أطفالهم الذكور حديث الولادة برى البيوت يحملهم عشان يموتوا وفي الوقت ذاك اتولت سيدنا موسى وكان طفل جميل جدا وامو وابوه ربوه في بيتهم لغاية الشهر الثالث وبعدها خطوه برى حسب أوامر الملك لكن الله هيع ليه وبتفرعون اللي أخدته ربته جعلته زي ابنها وبتأثير التربية دي النبي موسى لما انكبر اتعلم الكثير من علوم المصريين المختلفة وبيقى عظيم في أقواله وأفعاله ولما عمر سيدنا موسى بيقى أربعين سنة فكر ان يزور أخوانه بني إسرائيل وقام مشى ليهم وهناك شاف ليه واحد مصري بيضرفي واحد منهم وغضب ودافع عن المظلوم وضرب من مصري وكتله وكان مفتكر انه أخوانه حيعرف انه جبعون الله عشان يقويهم وينغذهم من العبودية لكنهم ما فهموا المقصود وفي اليوم الثاني كمان شاف ليه وقال ليهم انتو مش شاكلين ليه؟ انتو مش اخوان؟ لكن الزول المعتدي دفر سيدنا موسى وقال ليه انت قاضي؟ انت عايز تقتلني زي ما كتلت المصر يامس؟ وسيدنا موسى لما نسمع الكلام ده خاف وهرب لبلد اسمها ميديان وقعد فيها باعتبار أجنبي وتزوج ويلد ليه ولدين وبعد أربعين سنة من هروبي من مصر ظهر ليه ملك في صحراسينة في شكل نار مضوية في وسط الشجيرة والنبي موسى استغرب جدا وقرر انه يمشي قريب عشان يشوف الحاصل شنو وفي أثناء ما هو ماشي سمع صوت الله بخاطبه يقول ليه يا موسى أنا الله ربك ورب أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى خاف خوف شديد وكان بيرجف وما قدر يعاين للجهة اللي كان جاي منه على الصوت والله قال ليه يا موسى اخلعني عليك انت في مكان مغدس أنا رأيت في مصر إهانة وذل للشعب اللي اخترته أعطيته عهدي أنا سمعت صراخهم وطلبهم للنجدة وغررت إنغازهم عشان كده حارسلك لمصر قوم سافر دلوقت قوم سافر وحررهم من الضيق اها واصطفان واصل كلامه وقال ليهم اها شايفين بالمناسبة أنا ما رفضت سيدنا موسى زي ما الجماعة دي للتهموني لكن اجدادهم هم اللي رفضوه لما قالوا ليه من العين القاضي علينا ومع ذلك الله رسلوا ليهم بواسطة الملك عشان يكون منغزهم وغايدهم وفعلا هو أخرجهم من مصر وحررهم من الضيق بعدما عمل معجزات وعجايب هناك وكمان عمل معجزات عند البحر الأحمر ومعجزات على مدى أربعين سنة في الصحراء ده سيدنا موسى اللي قال لبني إسرائيل الله حيرسل ليكم رائد مثلي من شعبكم ده موسى اللي قاد جماعة بني إسرائيل في الصحراء ده موسى يا جماعة اللي كلموا الملك في جبل السينة وسلموا التوراة عشان يبلغه لأجدادنا ده موسى اللي أجدادنا لما عاودوا مرحنين بالرجوع لمصر أبو ما يطيعوه وما قبلوا بغياته ورفضهم ده كان واضح لما قالوا لهارون أخوه برغبة شديدة أصنع علينا إله يرشدنا في الرجوع لأننا ما عارف موسى اللي اطلعنا من مصر ماشى وين وخلانا هنا وهارون صنع عليهم صنم على شكل عجل وفرحوا وقدموا الضبايح للعجل ده وعبدوه على إنه الله عشان كده الله تركهم وعبدوا الشمس والكواكب والنجوم وورد في كتاب الله عن الموضوع ده الله قال يا بني إسرائيل من أربعين سنة في صحراسينة انتوا ما قدمتوا لي الضبايح وانما قدمتوا على الأصمام وكنت بشيلوا معاكم خيمة الإله مولخ اللي صنعتوها عشان تعبدوه فيها بالإضافة للتمثال اللي صنعتوه كمان لإلهكم زحل وبقيتوا تعبدوه من خلاله بدل عبادته عشان كده أنا حاهم فيكم لبلاد بابل ولأبعد منا كمان طيب يا جماعة انتوا شايفين كيف الله غرر انه عاقب اجدادنا بسبب رفضهم لنبيه موسى وعبادتهم للأصنام موسى واستفان استمر في خطبته وقال هالجماعة دي اللي بتهموني بأنه بيطلع وما بحبه اذا في الأول خلوني اقول انه عبادت الله هي هم من شكل المكان وكمان زي ما عارفين انه الله سبحانه وتعالى ما أمر عبد موسى بأنه يبني له بيت ثابت في مكان واحد للعبادة وإنما أمره بأنه ينصب خيمة للعبادة وموسى عمل الخيمة دي زي النموذج اللي وراه له الله وبعد ذاك اجدادنا بغيادة شوع ابن نون شالوا الخيمة دي وجابوها هنا لما الله ساعدهم في طرد سكان الوسنيين والخيمة دي بقت موجودة هنا لغاية زمن النبي داود ومع انه الله كان راضي على النبي داود عليه السلام لكن ما استجاب لي طلبوا بأنه يبني بيت لله لأنه داود كان كان راجل حرب وغتال لكن ولد النبي سليمان الحكيم هو اللي بنى البيت دا بعده على كل حال الله ما بيسكن في بيت ابنه البشر زي ما بتصور البعض وحول الموضوع الله نفسه جل وعلا قال في كتابه إذا كان عارشي وسع السماوات والأرض ياتبعد ممكن يبنوا البشر لخالق كل الكون أفتكر بكده نحن في نهاية الجزء الخامس خالق دا الوافط المخروض نجد في وليلة المرة الجاية ان شاء الله الله يخليكم الله يخليكم تحية زروب موسيقى 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 موسيقى